اشتركوا في القناة بردو شوية امور بسيطة فسريا خلط خاربة ونشوف اشفي عنا بداية اللي راح اشرحه راح يكون الاوامر اللي عندي في المنطقة هاي اللي هي من scale لعند اللي هو reveal constraint او اللي هو temporary view properties بعدين راح اشوف الموجود عندي هنا اللي هو ال underlay و view range طبعا في عندك اعدادات كتير غير هيك ولكن مش مطلوبين معاك اللي كانت اللي كانت الامتحاني اليوزر يفضل انك تدخل تعرفهم اكتر طبعا في اشي مشروحين دي في اشي لا بشكل عام لما تخلي الماوس تبعك على اي امر من الامر هاي تكبس على F1 على الكيبورد بفتح معاك اللي هو موقع و بيين لك شرح عليهم بشكل مفصل و ممكن تلاقي فيديوهات عليهم على موقع دوديسك برضو او ممكن على اليوتيوب طيب بداية الاعدادات اللي بنعملها الاعدادات اللي بنغيرها في view هي تخص view اللي احنا فاتحينها ولذلك لما اخلي مثلا السكيل هذا 1.100 في الview اللي هي level 1 السكيل اللي في level 2 ما بتأثر او لما اخلي مثلا 1.50 level 2 نضلوا 1.100 نخلي هذا 1.25 نضل هذا 1.50 فاي تعديل تعمل في view فهو خص الview اللي انت فاتحها فقط ولكن في حالات لما تيجي تعمل duplicate as a dependent بتصير اي view معتمدة على الview الاصل يتأثر الاعداد تبعها في view الاصل يعني عملنا الحين duplicate as a dependent بتلاقي انه ما فتح لك view جديدة نازلة تحت هيك معهم لا فتح لك واحدة تابعة ال level 1 فلذلك اي تعديل تعملوا على هذا ال level بتبعوا على هذا ال view بنافس الاعداد بينما لو عملت duplicate لحال او duplicate و detailing بفتح لك view جديد غير مرتبطة بال view high من ناحية اعدادات view فنخلي هذا في بالنا ويكون مفهوم طيب بداية بدي اشرح ال scale وعشان نفهم ال scale اكتر رحت على sheet احساس نشوف التغيير ال sheet هذا اللي هو A1 فمفروض ال A1 ثابت ما بتغير A1 على الارض الواقع حاجبه ثابت مهما غيرت ال scale اللي بنا نركز فيه اللي هو ال view عندي كيف شكلها ال annotation حين ال annotation عندي اللي هو dimension هذا مثلا عنده dimension line extension اللي هو المنطقة اللي هان 2.4 ملي فنذكر امور هاي ونحاول نحافظ على شكلها او يعني نذكر يعني هاي 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 2.5 او 2.4 طبعا اما عندي snap على sheet فما بقدر احضها مية بالمية المهم فنجرب حين غير ال scale بتاكفيس على view وخلي ال scale 1.50 ال view كبرت في عندي عنصرين او نوعين من العناصر في عندي modeled element بعدا في عندي annotation element annotation element زي ال dimension اللي عندي زي ال grid زي ال room legend زي الكلام اللي موجود جوا الغرف زي سهم الدرج الامور هاي كلها عبارة عن annotation مش model يعني لما تروح تبني المشروع مش هتلاقي مثلا مكتوب نص الغرفة living room او lv او تلاقي خط grid ما بتلاقي هالامور هاي مش model هاي عبارة عن annotation وفي عندي عناصر تاني اللي هي model element اللي هي الحيط الدرج الامور هاي الباب هاي الامور تغيرت كلها اللي امرين هدوه تغيروا لما غيرت scale ولكن هل هم هم فعلا تغيروا ولا لأ ولا جزء واحد تغير ببساطة اللي تغيره بس المودلد element لما نيجى عند الانوتاشن بلاقي هاي لسه 2.4 والباب اللي عنا هاي لسه نفس الحجم ولكن تغير حجم المودلد element وها هي ببساطة scale الانوتاشن عندك بيظله ثابت لأنه إله قياس معين ما بتأثر بال scale يعني من ندخل هنا بيلاقي 2.4 تباعة الثيق نيستبعت وكذا التكس تبعتك مثلا الثيق نيستبعتك مثلا الثيق نيستبعتها اثنين بصلا خمسة هاي امور الـじقر تبع نفس الموضوع الروم دجن نفس الموضوع أي إشي داخل تحت الانوتاشن ولكن المودلد element بتغير معاك لما تغير scale ولكن عندما نجي نشوفها هي على الموضوع لانه هي ارجفت على شيت هاد المفتوح معنا وبنغيرها مثلا لا واحد الانتاعشن بتلاقي انه المدلد ألمنت ثابت زي ما هو وتغير معك الانوتاشن فبتفكر انه مثلا الانوتاشن يتغير معك لا هذا غلط الانوتاشن ثابت ولكن المدلد ألمنت هي اللي تغيره طيب بعد هيك في عندك اللي هي الديتيل لبل الحين في عناصر في ريفت بتحكم فيها الديتيل زي العناصر تبعت الكهرباء الميكانيك الأمور هاي أحيانا ما بتكون واضحة ما بتكون مبين معك في look più إلا لما تكون الديتيل لبل أوفد تيتيل عندك fine بالنسبة للمعماري في أحيانا حسب اللي بيعمل الفاميري ممكن خلي مثلا مثلا مقبض الباب ما بيبين إلا لما يكون الديتيل لبل عندك fine وعلى سبيل المثال لما بدك تشوف مهم الجدار الداخلية ما بتقدر تشوف عندما تكون level course تجدها زي هكا ما بيبين عندك السمكة الي هنا ولا السمكة الي هنا ولا ايし ولكن يتبين بالفاين والميديوم وهذه هي أهمية الـ Level of Detail طبعا بالنسبة للفاملية هذه تعتمد على ما يعمل الفاملية ما يريد أن يظهر في أي Level من الـ Detail ولكن المتعرف عليه أنه مثلا مقبض الباب لا يبين في الكورس أو الميديوم وممكن ما يبين في الفاين ممكن يبين بس في 3D View أو هيك أمور بشكل عام طيب بعد هيك في عندك اللي هي Visual Style هي مش هتبين معنا كتير هنا فممكن نروح على 3D زي ما احنا شاهدين قدامنا المشروع عبارة عن يعني أبيض إيش في أي إشي لو نخليه مثلا Realistic طبعا هذا بيختلف معاك أنه بس هو إيش هو حاليا ربط بيدو يعمل زي render بسيط للموديل عندك ويحاول يعطيه الـ Actual Material أو الـ Real Material اللي عندك اللي أنت حضطها فأنا مش حاط أي ماتيري حاط بس أبيض أنا فمعطيني هو بس البيض هذا ونلاحظ أنه عندي الخشب هنا ما أخذ زي تكستر معي الخشب هذا نفس الشيء المقاطر الـ Constant Color يأتيك الشكل هذا الشيء يأتيك الشكل هذا بعدين يأتي عندك الـ Hidden Line وهو يكون عبارة عن فقط أبيض و سود لا يكون عندك أي شيء بعدين يأتي عندك الـ Wireframe وهو يبين لك كل الخطوط الموجودة عندك كل شيء يبين عندك يبين عندك يبين عندك بشكل طبيعي فأنت يعني بدك تكون ويرفريم إلا لما يكون بدك تجيب إشي من وراء مثلا الجدار اللي في النص هذا اللي هنا ما تقدر تجيبه إلا لما تكون ويرفريم Hidden Line مش هيبين معاك منيح طيب إيش فيه عندنا كمان في عندك الشمس أعدادات الشمس حالية أنت مش هاز تدخل فيها في عندك مثلا الشادو هي فقط برمي لك شادو حسب أنت وين ما بتحط الشمس مكانها الشمس أعداداتك كثيرة ومش مطلوب منك الحين فمش راح ندخل فيه ولكن ببساطة أنت ما بتحتاج تعمل شمس أو أعدادات شمس عشان يطلع معاك الشادو فمجرد ما تكبس عليه بيظهر معاك بعدك بيكون عندك Show Rendering Dialog بهو لا أعدادات الرندر أنت مش بحاجته حاليا ولكن ببساطة هو أنت بتعمل ال Quality وبتعمل ال Resolution تبعتك إلى Screen والPrinter بتحط ال DPI الأكستيريار هي بتكون Exterior Lighting Exterior Only اللي هي Sun أو Artificial أو HDCone وبتعمل رندر طبعا في عندك الحين Lumion في عندك مكتر من برنامج ممكن أعملك رندر فما بتحتاج الرندر طبع رفت بعدين في عندك اللي هو ال Crop View اللي تعمل Crop اللي عندك اللي هي الأمور اللي شرحناها في المنطقة هاي طبعا أنا عمل Crop بحيث أن أخفي Views أو أخفي Levels أو Elevation اللي كانوا عندي هنا اللي هم هذول ما بدي أشوفهم عشان أعرف يكون لهم مجال في الشيت فأخفيتهم ممكن تعمل Do not Crop بيظهروا معاك أو Crop بعدين بدك تعمل Show Crop اللي هو مجال القطع عندك ومكانه بعد هيك في عندك اللي هو Temporary Hide أو Isolate لما تضغط عليها بتطلع معاك الإعدادات هاي Isolate هو بساطة أنه يعزلك Element أو Category Hide هو أنك تخفي Element أو Category حين عشان نكون عارفين Category هو زي لما قلنا مثلا الجدران هاي عبارة عن Category لما تقول أبواب هاي عبارة عن Category لما نيجي نعمل تحديد على الجدران ونروح نعمل عند الأمر هذا نقول Hide Category بيخفي لك كل الجدران الموجودة كلها نعمل ممكن بدل ما نعمل Hide للكategory كاملة لكل الجدران ممكن نقول Hide Element بالشكل هذا أو ممكن نعمل Isolate اللي هي أنك تخفي كل شيء وتخلي فقط Element هذا اللي هو عملت Isolate Element أو ممكن تعمل Isolate Category طبعا مفروض رجعت أول بعدين عملتها نعمل كذا Isolate Category فأخفى كل شيء وخلى الجدران لحال طيب في عندك فلنفرض أنه أنت مثلا خافي هدو الجدارين عملت Select على واحد وعملت Control وعملت Select على الثاني وعملت لهم من المنطقة هاي طبعا نفس الأمور اللي هي Hide Element أو Hide Category وممكن بردو تعمل لهم Click يمين تعمل Hide In View Element أو Category ممكن نعمل Hide Element ويكون كذلك طيب بدي أشوف الأشياء اللي عملت لها إخفاء هاي بس ما بدها تضل مبدي إياها تضلها موجودة في إيش ممكن أعمل يعني ما بديش أرجع أعمل Click يمين بعدين أعمل Unhide بعدين أرجع أعمل Hide وهايك وممكن بساطة أكبس على اللي هي Reveal Hidden Element وبطلع معي هادول باشوفهم بعدلهم بعمل اللي بديه بعدين كبسة تانية برجعوا بخطفوا زي ما بديه خلينا بس نرجعهم لأنه أنا بديهم يكون موجودين أساسي بينهم بعد هيك بيكون في عندك اللي هي Temporary View Properties اللي هي إعدادات ال View المؤقتة ببساطة بس تيجي تعمل Enable مثلاً ببساطة الفكرة هنا أنه أنت تعمل إعدادات View مؤقتة تعمل إعداد اللي بدك إياه بال View Range اللي بدك إياه بعد هيك لما تخلص من الإعدادات هاي بدك ترجع للإعداد الطبيعي القديم ممكن تسكرها وخلص فالنفط الحين بدنا نعمل Enable ونجي نعمل لهدول اللي هو الجدران Hide Category طبعاً أنت ملاحظه لأنه فتح منك معاك الأشي الأزرق هذا بقولك Tem Review Properties ونيجي نقول مثلاً أنه بشعر نعمل إخفاء لأعمدة نفس الموضوع بالشكل هذا طيب خلص من اللي بدي إياه برجع بعمل Restore وبتلاقي كل الجدران رجع طبيعي طيب إيش بظل إنا؟ بظل إنا Reveal Constraint هاي مش كتير حتفرق معاك لأنه إحنا ميعا عندنا Constraint حالياً ولكن لو نيجي نعمل مثلاً على Dimension هذا لك زي هيك اللي بيصير معاك إنه هاي المسافة بين التو غريد هدول ثابتة فما بتقدر يتغير أحد إنه تكبر المسافة بينهم لما تحرك واحد فيهم بتحرك التاني معاه رجعهم مكانهم بما إنه عملنا هذا اللوك فهذا يعتبر Constraint فهنا نتطلع عليه لما نيجي نعمل التفعيل هذا نتطلع عليه بيلاقي إنه في عنا هنا خط أحمر بقولك إنه هادول التو elements اللي هو الغريد هدول في عليهم Constraint مخليهم دايماً المسافة بينهم ثمانية متر وعشرين سانتي لما نيجي نحدد عليه ونقوله شيء للوق هذا بتلاقي ال Constraint اللي كان هنا راح وهي ببساطة اللي هي أمر اللي هو تبع طيب بعد هيك نروح على Level 2 ونشوف أمر اللي هو ال Underlay ال Underlay ببساطة فكرته بس إنه يبين لك إيش فيه تحت إحنا الحين على Level 2 إنت بدك تشوف إيش في عندك في Level 1 زي ما إحنا شايفين عشان نتذكر Level 1 في عندي جدران هدول وعندي الغرف فتلاقي إنه الجدار تبع الحمام باين معاك وهاي الغرف كمحددات كغرف باينة طيب فرضاً أنا ما بدي أشوف الأمور هاي ببساطة بروح عند ال Underlay بنخليها هنا فتلاقي إنه مش مبين معي إشي من ال Level 1 أو ممكن أخليها على Level 1 توصل لل Level 2 بس بدل ما يتطلع من فوق لتحت اللي هي عند ال Underlay orientation نخليها يتطلع من تحت لفوق بالشكل هذا بتلاقيها اختفت معاك هيك ممكن تكون تشوف الأشياء على السيرينج أو حسب إنت تحتاج ال View Range عندك طيب هذا هو بساطة فكرة ال Underlay نحن ممكن متى تستخدمها هاي لما يكون في عندك عندك طوابق كثير وبدك تخلي مثلاً الشافت تتأكد إنه كل الجدران تبعت الشافت على نفس المجال نفس الحدود فتدك تروح تحط مثلاً على ال Level 10 تحط ال Underlay عندك ال Base تبعت على Level 1 وتتطلع على كل الجدران اللي عندك بالشكل هذا طيب تخلي هاي ال Level اللي هي Locked Down ولكن حالياً إحنا حالياً مش بحاجة ندرلي طيب بعد هيك بيضل عندك ال View Range ال View Range هو عشان نفهم نعمل له هاي الشو فكرته جداً بسيط يقولك إنه ال View تبعتك إيش ال Top فيها طبعاً احنا على Level 2 ال Top فيها اللي هو ال Associated Level اللي هو Level 2 مع Offset 23 متر حين لما تيجي تطلع ال Premier Range اللي هي وين موجودة عندنا هنا اللي هي هذول الثلاثة في عندك Top, Cut Plan و Bottom الطب اللي هي رقم واحد اللي هي المنطقة هاي ال Cut Plan اللي هو الرقم الثنين اللي هي المنطقة هاي اللي هي خط القطع بنسميه بعدين في عندك ال Bottom اللي هو رقم ثلاثة المنطقة هاي بعد هيك بيكون عندك ال View Depth اللي هو رقم ستة اللي هو High ممكن تخليها Level 2 بدون Offset ممكن تخليها Unlimited ممكن تخليها Level 1 الحين متى ممكن تخليها Unlimited لما يكون مثلاً المشروع مرتفع مثلاً انت في Level 10 مرة ثانية وبدك تشوف الساعة من ضمن View انه الشارع والمدخل والقصص هاي للمبنى ممكن تخليها Unlimited فبيبين معاك الساعة او تخليها ل Level 1 بحيث انه يبين معاك Level 1 بردو وبس كل ما تحس انه انت لاخبطت معاك الامور هنا بترجع اللي هي الشو اللي هنا بتبين معاك ايش المقصود بكل واحد فيهم طبعاً عشان نكون عارفين هو خط القطع عندك اللي غالباً عندنا متر ونصف هنا مقلوب متر وعشرين ممكن تغيره متى ما بدك كيف ما بدك بيتغير هادول زي ما بدك طبعاً ممكن تخليها Level 1 تخليها Unlimited اتوقع اهم قاعدة بدي يقول لك انه bottom ما يكون اقل من View Depth يعني لو نخلي هاي Level 1 وهاي Level 2 هتوقع ما بيضبط اه ما بيقول لك لا الا لو بدك تخلي هاي مثلا Unlimited ممكن تزبط بالشكل هذا زي ما شفنا الباب اللي في Level 1 بيان معنا ولكن احنا ما بدنا يكون زي هيك نخلي بالشكل هذا ونخفي الباب طيب هذا بما يخص اعدادات اللي بيوعنا الحين موضوع التاني عن قلنا اللي هو Family في عنا شوية امور فيها وشرحنا بعض امورها بالهيك اللي هي عندك الانواع اللي هي انبلايس والسيستم وانبلايس والسيستم واللودبل فاميلي عرفنا ايش خصائص فيه وانا السيستم هو عبارة عن فاميليز انت ما بتكتر تدخلهم على المشروع هما من ضمن المشروع زي الجدران مثلا او الفلور او ممكن تعمل جدار جديد عن طريق دوبليكيت وشوفنا كيف ممكن نعمل دوبليكيت اللودبل هي مثلا فرش عندك او الامور ها هي عبارة عن ملفات خارجية ممكن تدخلها على مشروعك وتقدر تستخدمها داخل مشروع هذا اكتر ومشروع تاني اللي بتعملها في مكانها في المشروع هذا ما بتقدر تاخدها كما رف خارجي ولا بتقدر تنقول له اي مكان مش زي اللودبل فاميلي وشوفنا كمان كيف نعمل لود لفاميلي اللي هو عن طريق انك تروح عند انسرت وتعمل لود فاميلي وبس يفتح معاك بتروح عند الامبيريال او الانجليش وبتختار الفاميلي اللي بدك اياها فلنقل نروح عند الفرنكشر ونختار سيتنج نحط مثلا ليش بدنا نحط فلنفرض هذا هذا تكون انت هيك عملت لود فاميلي ولما تروح عند بتعمل كمبوننت بتلاقي الفاميلية تابعتك موجودة عند الكمبوننت هنا وبإمكانك تحطها وين ما بدك فلنفرض انه الشكل هذا هيك افتراضا يعني قلنا انه بيعمل بيعمل ممكن تعمل وكل الامور هاي وبعد هيك بدنا نشوف كيف ممكن انعدل على الفاميليز اللي عندنا فنفرض ان احنا بدنا نعدل الباب تبعنا هذا او نعمل باب جديد ممكن نروح نحدد عليه ونعمل edit type ممكن نعمله duplicate نعطي الاسم اللي بدنا اياه فنفرض انه مثلا بدنا نعمله مثلا قياسه ارتفاعه او 43 ميلي واخلي العرض كما هو ممكن نخليها الارتفاع 400 او 400 400 ميلي ممكن الحين مثلا عدل المواد تبعته ممكن اقول مثلا الدور المتيريوم نخليها مثلا بدل اليومونم او الامينيوم نخليها اي مادة تانية ولكن هي الافضل الامينيوم مش عابش اخترت المادة هاين بين كل مواد ممكن نخلي الفريم ماتيريال بدل هي الخشب هذا نخلي نوع خشب تاني نشوف ايش في عندنا بالشكل هذا مثلا نخليها هذا النوع طبعا انا في عندي هنا زي جدولين او مكانين الماتيريال هادول المعمول هم لود عندي في المشروع هادول في مكتبة المواد اذا بدك تختار اشي منهم لازم تحط على السهم الهنا وتختاره هيك بنكون احنا غيرنا المواد الهنا ولكن ناخد بعين الاعتبار انه هاي الفاميلي مفصل فيها المواد فيها ممكن تدخل على فاميلي تانية مثلا تلاقي انه كل الباب عبارة عن مادة واحدة والقزاز مادة فانت حسب انت ايش الفاميلي بتلاقي اول اللي بدك تعمل فبدك تكون عارف ايش الادادات عندك لاننا قلنا هادول الفاميليز بنيادة اللي بيعملهم يعني مش اشي موحد موحد كل مكان ممكن الاشياء الموحدة في الفاميليز اللي هي الابواب تحديدا الوث والهايت والرف والرفهايت والثيكنس هتلاقي طبعا ماتيريال وبانيل ماتيريال ولكن هايك احنا غيرنا اطلع الباب مش هيبين معنا الارتباع هنا الروح على مثلا هادي ايش east west طبعا west بالنسبة لربت بالله انه نعمل زي هيك بالله الارتفاع تبع الباب بقل او ارتفاع زي ما عملنا هيك بنكون احنا عدنا المادة تبعته وغيرنا في الخصائص تبعته من ناحية ارتفاع مثلا ممكن نغير فيه العرض تبعه برضو كمان طبعا هادا احنا خدناه كمثال على الابواب ممكن تعمل نفس الاشي في الشبابيك تعمل نفس الاشي في الجدران تغير سمكات تغير مواد ايه لو كان فيرنتشر عندك ممكن تغير نوع القماش تغير الزجاج حسب انت ايش عندك اعدادات او ايش ممكن تضيف اعدادات بالنسبة لي الافضل انه اعمل الفاميلي يستبعوني بنفسي واعمل اعدادات تبعتي بنفسي وبس بشكل عام هذا هو البيوتاب اليوم ان شاء الله يكون خفيف ولطيف نراكم ان شاء الله في الفيديو الجاي استوداكم لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة